في هذه الحلقة ميسيح تفسين نخوض مقامرة جديدة في مدينة الويان بمقاعدة خنان نستكشف البلدة القديمة ونرى ما وراء الكواليس في ورشة لفنان محلي مشهور ونصير على خطى إمبراطورة أسرة تان إنها موزتها اشتركوا في القناة تقع الويان في خرط مقاعدة خنان وتتوسط البلاد محاطة بالجبال والسهول وعلى مقربات من النهر الأصفر وبعد الطرق القديمة المهمة نظرا لموقعها فقد لاعظة الويان دورا هاسما في تاريخ سيني ربما لا تعرف قطره لكن هذه المدينة الواضعة ذات التابعة المجتمعية تتمتع بحسن ثقافي أميق هنا واحدة من المقاطعات المركزية في السينة وتعتبر احتقلاء الحضارة السينية القديمة كانت هذه المدينة مسرحا للكثير من الأساتير الصينية المشهورة ومع أنها تبدو حديثة اليوم لا تزال تحتفظ ببعض أثار الماضي دخول المدينة من هذه المدوذات يذكرك بالماضي البعيد فالشارع الرئيسي للمدينة عبارة عن سوق مزدهرة ومزدهما بالعديد من محلين وصيح وتعلق اللافتات التقليدية أمام المحلات التجارية للإعلان عن البضائع كما كان يحدث قبل مئات السنين شكرا للمدينة عبارة عن سوق مدينة عبارة للمدينة عبارة وهذا لا يعني أنك لا تستطيع تمتع بالنشاطات الحديثة كتسوق فالمتاجر مالي أدن بالحل الجميلة والمأكلات الخفيفة الشهية لكنني أشعر بأن تسوق في الويان يعطيك شيئا أكثر هنا يبيع التجار أستلعى التقليدية المعيذوية بجودة عالية ونظرا لمكانة المدينة فكل منتج تشتريه يعني أنك تأخذ قطعة من التاريخ إلى بيتك ما هيك أن هذه الهدايا ستدخل أستعداد في قلوب أحبتك طبعا لا يمكنك أن تأخذ إلى بيتك كل ما هو تاريخي في حقيبة التسوق ففي الويان تحصيرك التقليد وهو ما جعلها أفضل مكان لإستقشاف الترازي المعماري الصيني القديم أثناء التجول في الحي مررنا بأثنية غلاسكية لها أستحب مزخرفة وخلف كل جدار ملاذ مشميس مختلفة ويمكننا أن نزور بيتا ثقما لأعيلة محلية أعتقد أنه ربما كان مسكونا قبل مئات السنين موسيقى 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 من المحلين موسيقى 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 تتعرف على نمط حياتهم بأكثر من طريق سوريا Well I have learned that I have something in common with the people of Looyang and it's that they love to eat soup. Different types of soup are eaten at different times of the day and I've been told by some local friends that this is a place I simply have to check out. مميّ يبدو جواناً كيه شيئ جواناً هذا استطاقًا كيف يصبح الأمريكي المرور في ت Angela وهي أصطبت كل هذا ويجعلني بصته لإبقاء لي بعض المستهبات ذكركم كانوا مستهبات مع المستهبات فهناك مستهبات كهشة المشكلة فالحساء هنا أكثر تسامة من مختلف أنواع الحساء في جنوب السين في حين أن معظم الناس يتناولون الحساء بالملعقة فإن أحل الويان يستخدمون الطبق مباشرة لاحقا نستخشف برجا مخصصا لأرض سيرة الامبراطورة ذاتيا كما نستفتع بمشاهدة بعض أثمن الكنوز القديمة في البلاد في هذه الحلقة ميسيحة فسين نخوض مخامرة جديدة في مدينة الويان بمقاعدة خنان نستخشف البلدة القديمة ونرى ما وراء الكواليس في ورشة لفنان محلي مشهور ونصير على خطى إمبراطورة دي أسرة دي تان إنها موزة تان تشحر لويان بأنها موتن شخصيات الباريزة في التاريخ سيني مثل موزة تان و هي محصية تنصارت إمبراطورة في أحد أسرة دي تان إنها الإمبراطورة الوحيدة في التاريخ سيني جاء تيان تان على غرار المعبد الامبراطوري القديمة لوزة تان الذي حكمت بلدا قويا ومستهرا وقد أرادت له أن يكون مصدر صخرها شكرا هذا المكان يدفع لكي تنظر وراء تان وليس لن نعرف ما هذا المنزل بحرارة وإذا كنت تعتبر أن هناك الكثير من هناك هناك الكثير من هناك الكثير من المحلي تصبح بحرارة من محل العالم ومعاونا من تلك الموزة ما تكون موزة بالموزة هذا المكان كل الموزة فيه كانت تحضر لتصرف يتميز تصميم هذا المعبد بما يسمى بالخداء المعمري حيث يبدو من الخارج كأنه مؤلف من خمسة توابق لكنه في الحقيقة من تسعة توابق وكل طابق يتمتع بزخرفة عالية أو بسيطة حسب الوظيفة التي تتنوع ما بين العبادة أو الصلاة والتعليم وليعد هذا المدنى مجرد نسخة متقنة لشيء قديم بل هو مركز حيوي لتعليم البوذية وهذا ما يتوافق مع رقبة وزاتيا الذي اشتعر أحدها بالثروة وانتشار البوذية في جميع أنهاء البلاد لذلك لا يزال معبدا تقليديا لكنه يواكب التقدم تكنولوجيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تسكينها ومع ذلك في سنة لديك مستوى من هذا الطابق أثناء التجول في طابق الأول يمكن أن ترى الأساسات الأصلية لقصر وزاتيا قبل 1300 سنة موجودة تسكينها تسكينها هذا تسكينها ومع ذلك هناك في أمامك أو محباً لذلك أصبح أحد رمض ومع سنة أشأل لوقوعه في وسط مدينة لويان فمن السهل أن يروعك هذا المدحف الأملاق تغتي مع رضعته المتعددة أكثر من 20 ألف متر مربع لكن لا داية للفزع فبمجرد دخولك ستجد مركز للرشاد السياحي على يمينك وفيه كل ما تعتاجه أثناء جولتك بما في ذلك المرشود الناتقون الإنجليزية هناك أربع قاعات وخمس قرات للمعروضات ويرجع تاريخها إلى الأسر الحجري وهو ما يحكي قصة التدور السين عبر القرون باعتبارها عسمة للثلاث عشرة أسرة فقد باتت لويان سجلا حيا للثقافة وتاريخ سيني وفي هذا المدحف يمكنك أن تجد بعد القطع الأسرية الثمينة المحفوظة والمحمية عبر الأوسور بشكل يفوق نظيراتها في البلاد تعرض هنا قطعا أثرية تعودا لأسر شا شانجو القديمة هذه الآنية البرونزية صنعت قبل أربعة ألاف سنة شيء مذهش في ذلك الوقت كانت السين تتميز بقدرات فذة في صناعة سبك البرونز أخناك أيضا منحوذات وقطع فخرية تنتمي لحبة الممالك المتحاربة في الفترة من 447 إلى 221 قبل الميلاد وقد استخدم بعضها في التقوص الدينية فيما سنع لبعض الآخر خصيصا ليضفن ويدعى في المقابر الشخصيات الهمة والرفية لضمان جلب القوة وثراء في حياتهم الأخرى لكن المعروضات ليست مقتصرة على الأواني وصناديق بل تتضمن منحوذات رائعة لحيوانات تزين هذا الشمعدان الذي يعود تاريخه إلى أحد أسرة خناء الشرقية إنه عصر الابتقارات في مجال الخصف تمكن الفنان الصيني من تجسيد إبداعاته عبر الخصف يعتز هذا المتحف خاصة بتانسينت هاي أو الفقار المتعدد للألوان قبل 1300 سنة ترجمة الصيني من هذا المعارضة يقال إن نساء أسرة تاون بوجوهن الشاهبة والشفاه الكرميزية وتسريحة الشعر الأنيقة خلنا مصدر الإلهام للهيئة التي يظهرنا بها بنات الغيشة في اليادان جذيرا بذكر أن الملحف تزينه ألاف القطع الأسرية من اليشم والفتة والذهب لذلك من الأفضل أن تأتي إلى السين وتقضي بعض الساعات هنا لكن يوجد النعو من الأشياء ربما رأيته في مكان آخر ألا وهو تانسانساي تعد أعمال تانسانساي في لويان ذائعة الصيد ولا تزال بداعة رائجة في العالم علي أن أغادر المتحف الآن وأتجه إلى مكان يمكنه أن يطلعني على المزيد هذه الورشة تانسانساي للفنان قوشوان وهو كبير معاصر في هذا الفن القديم لقد أقضى أكثر من ثلاثين سنة في تصنيع العمال الهذوية رفيع ولا يمكنك إطلاقا أن تميز بين أعماله والأعمال الأسلية التي تعود لأسر أسرته هذه الأعمال المعروضة من أفضل أعماله وقد فاز بعضها بجوائز لكن يا ترى ما هي أعماله المفضلة؟ أرحيسان ترى ما هي أعماله المفضلة؟ وباركار وأح��고 ثاند المفضلة ترى ما هي بجلcusتينة؟ أورو متحماله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تستخدم قوالب التشكيل في الخطوة الأولى لكن التفاصيل تنجاز يدويا بالدقة متناهية عندما يحظى الشكل القامل يقومون بتجفيفه وإعداده للطلع أقر بأن زيارة لهذه الخرفة من الورشة لم تكن كما توقعته لكن عاما فإن تانسان ستعني الفخار المتعدد الألوان وكل ما رأيته هنا من لون واحد من مختلف الترجات لكن بعد قليل سيطلعنا السيدقاء على السبب عليك أن تؤدي كل جرة بالشكل صحيح أعتقد أنه بعد تكرار هذه العملية عدة مرات إذا سللوا إليك شعور بالملل لهذا لابد أن السيدقاء يتمتع بحماسة كبيرة لمحنته التي انتدت للثلاثين عام شكرا للمشاهدة أنتظر بأن العملي من المختلفة لأنها المختلفة ما تفكره من المسرطة؟ لنرى هذه المسرطة لنرى إذا كانت مجرطة لنرى أجل من المسرطة ترجمة نانسي قنقر بعض آمال تانسينس هاي ستدخل لمرحلة الأخيرة لإكسابها مصرا عديقا لكن هذه التقنية واحدة من أكبر الأسرار أعتقد أنه من الأفضل أن نترك بعض الأشياء كاللقس لاحقا نستمتع برؤية أجمل زهور على الأرض في الصين ونذهب إلى سوق محلية مكتزة بأطيب الأطعمات المشاوية والمقلية إذا ذكرتها اللويان في الصين فكثير من الناس سيخبرونك بالشأن واحد الفوانية وهذه الزهرة الوطنية المثيرة تتفتح في كل أنحاء المدينة لكن لعشرين يوما فقط في إبريل ومايو ليحسني الحز أن ثنان محليا قد أبتع هذه العمالة الفنية بما فيها زهرة الثوانية المتفتحة طوال العامة اشتركوا في القناة مباشرة والبنى ويهاته مباشرة لديه المشاكل تمنح النظر انظروا من المعروف لكن هذه هم تشعرون لأنه من الضوار دموهم تمنح المشاكل ومن المسيح المشاكل من تجد داخل كل مقصد وما يبدو أن تفقد مشاكل يودون طويل واضح يقال إن الفواني ترمس إلى الثروة والشرف وتعتبر أجمل زهرة على الأرض عبر الأوسور ولا عجب أن يولي هولاء الفتيان والفتيات العالية لإنهاء كل جسي بشكل مناسب فلا يمكن إظهار زهور الفواني الساهرة إلا في أروع صورها ومن المؤكد أنهم ينتجون الظهور حسب الطلبة والحق يقال أن كل عامل هنا هو فنان في مجاله وبعد قليل سأتلاقي برجل الذي يقف وراء هذا المصنع الإملاق برجل الذي يقف وراء هذا المصنع الإملاق من المصنع يقلق اليوم فعلينا أن نعود إلى المدينة لتناول العشاء تقعوا سوق الشيزي جي بجانب الشرع الرئيسي القديم في لوياء في حين أنه ملتقى طرقهم في النهارة يدحول الليلا إلى سوق حيوية مزدهمة بزيء الأطواء المتلألية ومزيج الأصوات المثيرة الشيء القلي والسلق وأكثر الأكشاك شعبية هي التي تبيع الشيزي وهو أحد أدامة الشوارع المحلية المميزة في لوياء قضينا يومنا في جولات يمكن وصفها بالتاريخية وأشعروا أنه من المناسب أن نبدأ ليلتنا بالتدوق الأكتماد المحلية شكرا للمشاهدة مهلاً يكون قد طويلًا بما أمسطنى ولده كم حقاً من القدرة كم تتعرف الهواء تصوير مهلاً مهلاً تصوير الهواء خلطة جميلة تصوير مع انشغال يدي بهذه العثيمات الخفيفة يمكنني القول لأن المهمة قد أنجزت أيضا تتعرف الخفيفة أنت ليس لأتزرق مع حب 9 حيث أنت تجعلك حبكية تحسرق مع التعليقات وحيث النتائي قصير ليست قد اقوار الانتعالي وقد تعرفت أني تحسرق مع حبيل لكن إنتمي بمعبارة قد اگر تطوير أتفضل أنت على تطوير شكرا لكم فإننا أجمع أجمع ذلك اشتركوا في القناة